موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان برحب فيكم باسم الرب يسوع المسيح حديثنا في هذه الحلقة لماذا يكره الشيطان كنيسة الرب في الحلقة اللي مضت اتكلمت عن لماذا يكره الشيطان الزواج المسيحي وشفنا أحبائي أن الشيطان شن هجوم شرس جدا على الأسرة بشكل عام وعلى الزواج المسيحي لأن الزواج المسيحي هي أول مؤسسة إلهية نظمها الرب أسسها الرب هندسها الرب ويتكلم عن طريقة هذا الزواج لأنها مبادرة إلهية مخطط إلهي أن الرجل يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته فيكونان الاثنان جسدا واحدا في العهد الجديد مكتوب وما جمعه الله لا يفرقه إنسان هذا الزواج الأساسي الذي وضعه الرب زواج من امرأة ورجل رجل وامرأة يتحدان يلتصقان زواج واحد طبعا لا يفرق إلا الموت لهذا السبب ذكرت أن الزواج المسيحي عهد وليس عقد مش مجرد بيزنس ما أعجب كاش الأمر إنك تترك ولا يوجد أيضا زواج في السماء هذا الموضوع كتير كتير مهم لأنه بيرمز إلى طبعا علاقة المسيح بعروسته لأنهو العريس ويلتقي بها على السحاب هذا الحرب الشرس هي على المؤسسات اللي الله أسسها سواء يعني مؤسسة الزواج سواء يعني مؤسسة السلطة كمان اللي أوجدها الرب واليوم طبعا رح نتكلم عن الكنيسة برضو اللي أسسها الرب واللي أوجدها الرب وطبعا اليوم في حرب شرسة لأن الكتاب المقدس بيقول في كل وضوح أنه العالم وضع في الشرير الشيطان بحاول يتسلط على هذه المؤسسات الإلهية لكي يعني يفرط ويتلف عمل الله وينقد عمل الله وإرسالية الله على الأرض فيستخدم كل الوسائل يستخدم كل الطرق يستخدم كل المحاولات سواء عن طريق الخطيئة عن طريق الشر عن طريق الضلال حتى عن طريق الديانات حتى يبعد الإنسان عن التوجه الصحيح والحقيقي للرب فإذا نرى أن الشيطان يكره كنيسة الرب بإفراط مثل ما ذكرت يريد أن يدمرها يريد أن يتلفها يريد أن يضعف شهادتها يريد أن يضعف تأثيرها في المجتمع والسؤال ليه؟ لماذا؟ أولا أحبائي لأن الكنيسة هي بالحقيقة صورة وإنعكاس لشخص الرب يسوع على الأرض كما قال بفمه الطاهر المبارك أبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها في بناء الرب يسوع هو اللي بيبني والكنيسة هي التي تهاجم أبواب العدو لأن العدو يريد أن يدمر ويريد أن يهلك كما يقول الكتاب المقدس عن الشيطان كان ذاك قتالا منذ البدء وأن الصارق أي الإرهابي لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك قال يسوع أما أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل ثم أحبائي شيء آخر الكنيسة هي الصورة اللي رسمها له كل المجد في السماء كشعب الرب المفدي والمدعو أيضا ننتظر هذا اللقاء العجيب اللقاء المجيد معه في السماء طبعا لقاء العريس بعروسته العفيفة وهذا اللقاء يتم عندما يأتي المسيح ثانية ونحن نلتقي معه على السحاب وهذا اللقاء لقاء مجيد حيث نكون مع المسيح كل حين فأنا بدعوك اليوم أنك تصلي أن الرب يعطيك وعي صحوي استيقاظ حتى نفهم اليوم خطة العدو تدرك أهميتك أنت أو ندرك أهميتنا ككنيسة على الأرض ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائي قناة الحياة يمكنكم أيضا مشاهدتنا لايف على التواصل الاجتماعي على الصفحة على الفيسبوك وعاليوتيوب ووسائل أخرى يمكنك مشاهدتنا السؤال أحبائي لماذا يكره الشيطان الكنيسة؟ وقبل ما أحط الأسباب خليني بالأول أعرف أو نتكلم عن ما هي الكنيسة طبعا فيه مسميات كتير للكنيسة خلينا احنا متفقين لما بنتكلم عن الكنيسة احنا مش بنتكلم على مبنى مع أنه المبنى مهم جدا وضروري اللي بيجمع المؤمنين المكان طبعا فيه تعليم كسر خبز فرائد مسحية وأسرار مسحية اللي بتمارسها من عبادة وتسبيح وتمجيد وبركة طبعا من خلال وجودنا في الكنيسة خلال المبنى لكن أنا مش بتكلم على المبنى أنا بتكلم على شعب على أمة على ناس اتغيرت حياتهم اللي هي انتوا أنا انتوا أنا احنا الكنيسة بحسب وصف الكتاب أبني كنيستي بيتكلم عن المؤمنين فإذا أولا الكنيسة هي شعب الرب الذي دعي من العالم أو دعي من الخارج لكي تتكون أو تكون جماعة هاي الجماعة آمنت بالرب يسوع هاي الجماعة مفدية بدم الرب يسوع مغتسلة بدم يسوع المسيح طبعا الكلمة عميقة جدا هي كلمة اكليسية الكلمة اليونانية من اك يعني بتعني اكزت في الانجليزي وتشوفها دائما على كل باب اللي بتعني خروج وإكلية أو الفعل كالو في اللغة اليونانية بتعني يدعو أو ينادي فإذا الكنيسة هي جماعة المدعوين من الخارج حتى يكونوا ويشكلوا جماعة هاي الجماعة بيوصفها العهد القديم هي جماعة الكلمة العبرية اكهلا أو من كاهل مجتمع اللي أجت منها كلمة السينيجاج المجمع أو الكنيس أو إلى آخره فكلها تعبيرات لنفس الإصطلاح بس الشيء اللي بميز انه هاي الكنيسة هي شعب الله من مختلف الألسنة والشعوب والأمم آمنت بالرب يسوع المسيح وصارت جماعة هاي الجماعة منسميها الجسد الغير منظور أو كنيسة المسيح الغير منظورة اللي هي بتضم مؤمنين من كل الكنايس من كل الطوايف من كل الخلفيات من كل الشعوب من كل الألسنة بالكنيسة هاي بتشوفها في كل مكان بتشوفها في الصين بتشوفها في الهند بتشوفها في الشرق الأوسط بتشوفها في السعودية بتشوفها في أمريكا في جنوب أمريكا في كل محل هاي الكنيسة متواجدة اللي هو شعب الرب في كل مكان وهاي الكهلا هاي الجماعة هي بتمجد الرب وبتعبد الرب وهاي الجماعة بتشترك في مبادئ وقوانين وأنظمة طبعا المسيحية مش بتركزش على الأنظمة والقوانين لكن كلها بتتمحور حول يسوع من خلال ممارساتنا الفرائد المسيحية هاي الجماعة متميزة طبعا متميزة مش لأنه أحسن من الناس إحنا بالعكس الرب دعانا من المزبلة من مزبلة العالم ولا على أي أساس أو استحقاق فينا كل الموضوع على أساس محبته الله أحبك أحبني محبة غير مشروطة محبة غير محدودة وطبعا على أساس النعمة مبدأ النعمة اللي هي عطية الله المجانية التي لا نستحقها هاي النعمة أحبائي أجزالها علينا بغنى يقول الرسول بطرس وأما أنتم فجنس مختار كهنوت ملكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب ولاحظ على طول في آية عشرة بطرس الأولى اتنين عشرة بقول لأنكم لم تكونون شعبا يعني إحنا ما كناش من شعب الرب كنا أمم لكن أصبحنا شعب الرب وأصبحنا مرحومون من خلال عمل الرب يسوع المسيح له كل المجن الشيء اللي بميز هاي الكنيسة أنه الله اختارنا في المسيح قبل تأسيس العالم وميزنا ميزنا يعني أنت صرت شخص شخصية مهمة مرة تانية بكرر مش لأنك أنت أحسن لا بالعكس لأنه هاي نعمة الرب اللي دعتنا أن نكون أولاد وبنات الرب وشعب الرب هذه هي الكنيسة ثم الاتنين المصطلح المتعارف عليه والمألوف لدى المسيحيين هي طبعا من كلمة الله أنه الكنيسة هي جسد المسيح شو يعني جسد المسيح؟ يعني أصبحنا أعضاء يعني عظم من عظمه ولحم من لحمه وهو مكتوب فإذ اشترك في اللحم والدم اشترك فيهما أخذ جسد مثلنا معد الخطيئة فصرنا جزء من جسد المسيح وهذا الجسد أحبائي هو بيتكون من الرأس والرأس كما يقول الكتاب المقدس بكل وضوح أنه الرأس هو يسوع المسيح الجسد هو المؤمن بالرب يسوع المسيح الأعضاء بغض النظر عن أهمية العضو مش كل الأعضاء هي عين ولا إيد فحتى الأعضاء البسيطة في جسدنا بتكون جسد هذا الجسد هو جسد المسيح على الأرض هذا الجسد يعني رأسنا في السماء لأنه المسيح هو الرأس يعني عايشين في السمويات لكن إحنا على الأرض منقوم في كل المهام وكل الأمور اللي الله يعني استأمننا واستثمر فينا أنه نخدم شعب الرب على هذه الأرض ونكون طبعا نور لهذا الشعب شيء ثالث الكنيسة هي عروس المسيح مش بس أنه الزواج المسيحي إلو الصورة أنه المسيح هو العريس والكنيسة هي العروس كمان الكنيسة هي العروس بتشوفها في أفسوس إصحاح خمسة هاي العروس هي عفيفة مقدسة بلعيب تنتظر مجيء الرب تنتظر طبعا لقاء المسيح عندما يعد لنا المكان مثل العريس يأتي ويأخذنا حتى حيث يكون هو نكون معه فهو رح يجي من السماء وإحنا رح نطلع ورح يكون لقاء طبعا ما تسألنيش من ناحية جغرافية وين هي السماء لأنه ما بعرف بس كل ما بعرفه أنه في قوة أقوى من المغناطيس أنه إحنا رح نرتفع في مسافة معينة نلطقي على سحاب المجد مش السحاب العادي في مسافة غير محدودة خارجة عن طاق الزمن نلطقي بالرب يسوع ورح نكون مع الرب يسوع إلى كل حين إلى أبد فهذه واحدة من أجمل العلاقات والإصطلاحات مش بس في مؤسسة الزواج لكن في مؤسسة الكنيسة فالكنيسة هي مش هيئة مش أورجانيزيشن الكنيسة هي جسد بحسب كلمتها الأصلية أورجانيزم أعضاء صرنا أعضاء من جسد المسيح ولهذا السبب نحن عروس المسيح واحدة من المسميات الحلوة جدا أحبائي أن الكنيسة هي منارة بحسب سفر الرؤية الإصحاح الأول برضو هاي المنارة هي منارة المسيح على الأرض وهاي المنارة بتعرفوا لما وبخ كنيسة أفسوس في إصحاح 2 رؤية 2 قال أذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى لألأتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب فالمنارة هي مكان كنا منعرف المينة بيكونك زي تاور زي برج عالي مدهون بالإبيض زجاج من فوق وفي أشعة في ضو بيضلوا يبرم بيضلوا يدور والسفن حتى في الضباب بتمشي بحسب المنارة هذا النور حتى تيجي إلى ميناء الأمان أوليس عجبا يعني الكتاب بعلمنا إنه إحنا منارة والمنارة هي التي تضيء وتعطي الطمان والإطمئنان للسفن التائهة في هذا العالم خليني أقول شيء آخر أحبائي سؤال آخر بماذا تتميز الكنيسة أو كنيسة الرب وأنا بركز على كنيسة الرب لأنه ممكن تكون مسميات كنايس بس الكنيس ما لهاش تأثير ولا فاعلية وممكن بتمارس ضلالات مع كل هذا اسمها كنيسة أنا شو بتكلم شان هيك بحدد الكلمة كنيسة الرب فشو اللي بميز هذه الكنيسة وشو هي خصائصها وشو هي مواصفاتها أولا أحب باقي في شيء مهم شيء روحي عميق جدا في البداية النقطة الأولة راح أتكلم عنها أنه الكنيسة بسميها الكتاب المقدس السر السر المكتوم بس هذا السر أعلن مكتوم ما منشوف مثلا النبوات اللي توضح لنا فكرة الكنيسة آف في فكرة الملكوت ملكوت الله بس فكرة الكنيسة مش واضحة مبهمة في العهد القديم بس هاي الفكرة كانت في فكر الله الأزل وأعلنت طبعا من خلال مجيء يسوع المسيح هاي الكنيسة إحنا كنا في فكر الله واختارنا قبل تأسيس العالم الفكر الأزل أنا بتكلم لكن أعلن بمجيء الرب يسوع المسيح وابتدأ هذه الخدمة إلى خاصته يعني الشعب الإسرائيلي ولكن الرسالة كملت أنه السر أنه الأمم يعني صار عندهم رجاء المجد أنه المسيح فينا المسيح فيكم رجاء المجد هذا السر المكتوم أعلن فصارت لكنيسة الشعب الرب من يهود ومن أمم وأعلنت وهذه هي خطة الله الأزلية الأبدي أعلنت لنا في مجيء الرب يسوع المسيح شيء ثاني هاي الكنيسة أحبائي تنبأ عنها الرب يسوع المسيح تنبأ عن طبيعتها تنبأ أيضا عن عملها وتنبأ عن رسالتها وإرساليتها كان يسوع المسيح موجود في قيصرية فليبوس بنياس بنياسي على حدود سوريا وفلسطين وهناك سأل الرب يسوع سؤال من يقول الناس أني أنا ابن الإنسان كان في أجوب كثيرة بعدين سأل وأنتم قال للتلاميذ من تقولون أني أنا طبعا هنا باندفاع قفز بطرس الرسول اللي هو عملاق التلاميذ قال أنت هو المسيح ابن الله الحي أجاب يسوع وقال له طب لك يا سمعان بن يونة إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السموات وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها وأعطيك مفاتيح الملكوت فإذا هذا إعلان عظيم من بطرس للرب يسوع المسيح ثم إعلان عظيم من الرب يسوع إلى الرسول بطرس فإعلان متبادل طبعا هذا الإعلان بقوة الروح القدس هاي الكنيسة تنبأ عنها أنه رح يعني يبني الكنيسة ثم هاي الكنيسة الشئ ثالث بسميها الكتاب هي كنيسة الله يعني مش مجرد شعب وجسد هاي الكنيسة منتمية إلى الله كنيسة الله يعني مؤسسها الرب وهي تابعة له ولها انتماء وولاء كامل وخضوع كامل وهي أيضا ملكه مشان هيك هي كنيسة الله كنيسة الله وهاي الكنيسة هي مش مجرد حزب حزب الله لا هاي الكنيسة جسد كيان روحي عميق جدا لأنه مرات بقول مش بس بيستخدم كلمة كنيسة الله في رسالة بولوس لفليمون بقوله الكنيسة التي في بيتك فمنشوف انه الكنيسة مش مبنى هو مكان بيجتمع في المؤمنين حتى ممكن يكون الاجتماع في البيت ثم هاي الكنيسة الشئ رابع أحبائي ابتدأت في بداية إلها مع انه هي السر المكتوم في فكر الله الأزلي تنبأ عنها الرب يسوع بس هاي الكنيسة إلها بداية وهاي اللي بداية كانت في عيد الحصاد حاج شفعوت عيد الأسابيع بالنسبة لليهود أو الخمسين خمسين يوم يعني بعد عيد الفصح فالرب يسوع هو فصحنا مات وظهر للتلاميذ أربعين يوم وطبعا صعد إلى السماء وبعد عشر تيام في يوم الخمسين في عيد الحصاد في عيد الأسابيع في يوم الخمسين عيد الشكر كمان بيسموه حل الروح القدس على التلاميذ وابتدأت الكنيسة من أور شليم امتلأوا من الروح القدس خرج بطرس وابتدأ يتكلم وآمن أول دفعة للتلاف نفس بسبب قوة الروح القدس اللي وعد يعني المسيح تنبأ عن الكنيسة وتنبأ عن مجيء الروح القدس حل الروح القدس على جميع المجتمعين في العلية هاي الكنيسة اللي ابتدأت يوم الخمسين كما ذكرت ستبقى شهادة على الأرض إلى مجيء المسيح على السحاب ونحن نخطف أو يمكن في بعض الناس محبوش يستخدموا هاي الكلمة خلينا نقول ننسل أو يعني نرفع إلى السحاب يعني لقاء على السحاب نكون مع المسيح كل حين هذا اللقاء العظيم يعني مش عاوز أقول أنه كأنه بينتهي في لقاءنا مع المسيح لأنه الكنيسة رح تضلها إلى أبد الآبدين مع يسوع المسيح هاي الكنيسة برجع بكرر أنه إحنا حاليا جسد المسيح عين المسيح قلب المسيح يد المسيح جسد المسيح على الأرض منعكس صورة وعمل وطبيعة يسوع المسيح شيء خامس سادس هذه الكنيسة أحبائي اقتناها هي كنيسة الله تاب على إله بس كلفت اقتناها الرب يسوع المسيح بدمه اقتناها بدمه مكتوب عنها كنيسة الله التي اقتناها بدمه أي دفع فيها ثمن اشتراها وكلفت دم الرب يسوع المسيح كلفت دمه لاحظ هي كنيسة الله والله نفسه الرب يسوع اقتناها بدمه يعني دفع ثمن دمه إنه المسيح مات من أجل الكنيسة فاللي بعاوز يعترد لا تقول لي الله لا يموت احنا دعم نقول في طبيعتين للرب يسوع الإلهي والإنساني في اتحاد كامل اللي مات على الصليب هو الجسد يسوع المسيح الإنسان لكن الإله لا يموت وحاشة للرب أن يموت فما تطلع ليش بحجز هاي قلتها من الآخر قبل ما تكتب لي بالحجة تبعتك هذه الكنيسة أحبائك كما هو مكتوب أحب المسيح الكنيسة مش بس اقتناها بدمه أسلم نفسه لأجلها الذي قد أحبنا وقد غسلنا من خطايان بدمه ثم الشئ سابع هذه الكنيسة أحبائي هي الشاهدة والكارزة والنور والملح على الأرض فالرب وضع كيان بمثل الرب له كل المجد هذا امتياز أها بس كمان مسئولية خطيرة جدا اسمعوني يا خدام الرب واسمعوني يا شعب الرب فلا مجال للإهمال ولا مجال للإنشغال ولا مجال للإنفعال ولا أي مجال إنك تكون كسلان إحنا وجودنا على الأرض هي إنعكاس لصورة يسوع من خلالك ومن خلالي على الأرض طبعا إحنا غير كاملين بس نشكر الرب من أجل النعمة منطرح أنفسنا على نعمة الرب بس كون حقيقة على فكرة ما تمثلش الناس مش أغبية الناس بتميز على فكرة بتعرف إذا الشخص حقيقي ولا لا ثم حبائي الكنيسة هاي اللي على الأرض هي تمجد الله تكرز بالإنجيل تعلم وتبني المؤمنين يقول كتاب لأجل تكميل القديسين في مواهب على الأرض منستخدمها وإحنا على الأرض وطبعا الشهادة للمسيح هذه الكنيسة مطيعة خاضعة للفرائد اللي أمر بها الرب يسوع مثلا كفريضة المعمودية التغطيص وفريضة العشاء الرباني وطبعا غسل الأرجل وإعلان مسيحيتك كل يوم أنه فعلا تبتد نهارك أنت مسيحي متوقع أي شيء خلال نهار حتى لا تنكر إيمانك وطبعا أمور كثيرة ممكن تمارسها خلال يومك العادي أحبائي هاي مسؤولية كبيرة على كل واحد فينا لكن الشيطان يحاول أن يعبث ويحاول أن يدمر خلينا أقول بعض الملحوظات السريعة في البعض من المؤمنين بيقللوا من أهمية العدو الشيطان خلينا أقول للأسف أنه البعض كمان بآمن أنه فكرة الشيطان هي فكرة وهمية كأنه جماعة المؤمنين ماكلين بيتزا بساعات متأخرة وعم بيحلموا عم بيتوهم وللأسف هاي خدعة شيطانية فاللي بيصير أحبائي أنه بعض من المؤمنين اللي بيقللوا من أهمية العدو بس من ناحية تانية البعض الآخر عم بيزيد عم بيعطيه حجم أكبر من حجمه من ضخم من الشيطان ومننسى أنه الشيطان هو عدو مهزوم وأنه الرب يسوع جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهاراً ظافراً بهم فيه فإذن أحبائي ما عادتش فكرة أنك تقلل أو تزيد لكن يعني الشيء آخر في هذا الموضوع أنه نتحاشش التطرف سواء أنه موجود أو غير موجود أو موجود من زيد أهميته أو غير موجود من قلل من أهميته شيء آخر حضور الشر أحبائي حقيقة الوباء والدنيا قايمة قاعدة والناس بطلت تتميز صار عندها عمى روحي وبطلت تعرف الخير من الشر ومثل ما بقول لكتابة يعني صار الشر خير والخير شر والنور ظلمي والظلمي نور وهكذا المر حلو والحلو مر وبعدين بنوصل لوضع متل ما بقول لكتاب أسلامهم إلى ذهن مرفوض خلق ما عادش ينفع ما أنت حطيت الله بصورة يعني بتحط الله خارج الصورة سواء بالتدين الخاطئ أو بسواء أنت بتقول له ابعد عني مش عاوز أعرفك يعني بتحط بتجهد في الله فإذا أنا حبائي الشر حقيقة لما بتدرس شخصية وهوية الشيطان بتساعدنا على فهم خطته وأساليبه للأسف مرة تانية كتير من القيادات لا تتكلم عن الشيطان لأنه عيب يعني كأنه بيقلل من الانتلاجس بيتخفف من الزكاة كأنه رجع كأنه متخلف بيحبوش يتكلموا عن هذا الموضوع لكن في ناس بتبالغ في هذا الموضوع كله شيطان 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 وبتشوف الشيطان في كل شيء ومش مخليين أي شيء يعني من فترة واحد بيصلح غسالته فبقول لي شايف الشيطان ضرب الغسالة بقال له الغسالة إلى عمر بتخرب يعني مش عارف على كل حال يعني أنه ما منزدش من أهمية الشيطان والناس غير مدركة خطورته شيء آخر يعمل الشيطان بكل الوسائل وبكل الطرق على إسقاط أولا القيادات الروحية وهذا الموضوع أحباء أنا أبدأ أخصص له حلقة خاصة فالسؤال لماذا يكره الشيطان الكنيسة سأتكلم عن بعض الأسباب ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا لماذا يكره الشيطان كنيسة الرب أول شيء أحبائي يكره الشيطان الكنيسة لماذا؟ لأن هذه طبيعته طبيعته من جوا زي طبيعة الله محبة الله محبة طبيعة الشيطان الكراهية العداء القتل الانتقام السرقة السبي الغزو كل هذه صفات شيطانية فبتسأل طيب ليه ليس الشيطان بيكرهنا؟ بيكرهنا لأنه حقيقة هذه طبيعته خلاص يعني ما بدنا نعقدها بفلسفات طويلة هذه طبيعته طبيعة الشيطان أنه بيكره مكتوب عنه هو المشتكي مشتكي على الإخوة ليلا ونهارا يعني كل همه مش بس بيغوينا بيغرينا يسقطنا بعد ما نسقط في التجربة بيبتدي يشتكي علينا أمام الرب بعير بعير فينا بحط زنب وعبق علينا آي شغله ليل النهار يشتكي على الإخوة فهو شيطان هو المشتكي كما يعني مكتوب السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا قد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل لاحظ ما يقول في يحنى 8 آية 44 فمتى تكلم بالكذب اللي هو الشيطان فإنما يتكلم مما له هذا الإش اللي فيه طبيعته المهلك الكذاب وأبو الكذاب مشان هيك أتباعه الكذب عندهم مثل شرب المي بيكذب على الصغير والكبير وعالفاض والمليان هاي طبيعة الشيطان يعني لاحظ الكلمة يتكلم مما له هذا شيء موجود في ذاته في طبيعته طبيعته هي إنه بيكره بيكره الله وبيكره الزواج وبيكره الكنيسة وبيكره عمل الله وبيكره كل شيء جميل شيء تاني لأنه الكنيسة هي مؤسسة إلهية يعني الله اللي بادر في عمل الزواج وعمل الكنيسة فالله هو الذي أسس الكنيسة فالكنيسة كما يقول كتاب ما هي كنيسة الله هي جسد المسيح وعروسه أيضا فاتخيل هذا المنظر الجميل وهو يكره الجمال فبيكره كل شيء بيذكره في الله لأنه الإنسان مخلوق على صورة الله وشبهه مش الصورة الجسدية لا 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 الأدبية والروحية الأدبية والروحية مشان هيك بصراحة الشيطان يعني بيكره بيكره لأنه أصلا هي مؤسسة إلهية ونحن مخلوقون على صورته شيء ثالث أسماء الشيطان وصفاته تعبر عن طبيعته وعن هويته وعن عمله يعني كل اسم من أسماء الشيطان هي تعبير عن عمله فهو المشتكه وهو المخادع وهو المكار هاي كلها صفات شيطانية حبائي فكل هذه الصفات مثلا تعبير عن عمله فإذا لما بتقرأ مثلا أسماء المسيح وألقاب المسيح مثلا يدعى اسمه يسوع ليه؟ لأنه يخلص يخلص من الخطيئة فإذا هذا الاسم أو اللقاب هو تعبير عن طبيعة وعن هوية وعن عمل وطبعا بدون ذكر الآيات إذا حبيت ممكن نبعث لك الآيات إذا بتحب يعني مكتوب عنه أن هو المجرب هو مكتوب عنه هو رئيس هذا العالم رئيس هذا العالم يعني تخيل أنت شو عاوز يعمل في هذا العالم مش بس رئيس هذا العالم مكتوب عنه هو رئيس سلطان الهواء فمهم جدا أحبائي موضوع الروحانيات وحتى كيف بتصل الرسالة على الهواء أو الفضائيات قديش إلها أهمية وقديش إلها قوة وتأثير هو رئيس سلطان الهواء مكتوب عنه هو القناس بينصب الفخاخ عنده فلسفة عنده نظام عالمي شرير لأنه مكتوب عنه أنه أيضا الشرير والعالم قد وضع في الشرير وهو أيضا رئيس أجناد الشر الروحية عنده تنظيم عنده قاعدة عنده أحزاب فهو يعمل من خلال نظام شيطاني في مراتب يعني وهي المراتب كل تخصصات يعني شياطين بتخصصات وكل نوع شياطين لها تخصص معينة بتشوف مثلا رئيس فارس رئيس اليونان إلى خير في سفر دانيال لما كان بيصلي فيه تخصصات فيه مواقع بشان هيك هو رئيس سلطان الهواء بشان هيك الصلاة الروحية هي بتلمس الأجواء وبتكسرها وبتكسر المناخ الروحي كتير مرات بنقول طب ليه الله مش عم بيشفي ليه الله مش عم بيبارك ليه عم نصرخ ليه 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 فيه مناخ روحي غطاء محتاج يتكسر لأنه بيعمل عن طريق اللعن يعني بتعرفوا أنا لما مرات بكتب أو بتكلم في كلمة على الفيسبوك تعرفوا كم واحد بقول لعنط الله عليك الله يلعناك كذاب تعرف كلها الكلمات الشريرة بيطلقوها على الإنسان وما بيعرفوا أن هذه الكلمات هي كلمات شيطانية أنت عم تطلق سهام شيطانية ضد الشخص مشان هيك أنا كتير بفرح لأنه بالمقابل عم بشوف عشرات بل مئات الألاف من المشاهدين والمتابعين دائما بيحكوا لهذه العبارة وينما بيشوفوني سواء في الخدمات على التيفي على الفيسبوك في الحملات اللي بنعملها في كل مكان ربنا يباركك ربنا يباركك ربنا يباركك عارف الأنتي دوت يعني زي العلاج الفكسين خلينا نسميه يعني من ناحية هم يلعنوا أما نحن فنبارك فإذا في حرب شعواء حرب ضروس مشان هيك أحبائي عنده عصبات ما هو بيشغل ناس بيشغل حكومات بيشغل رئاسات بيشغل قيادات يعني بيشغل اضطهاد بيشغل أنظمة كلها شريرة ومدمرة لكنيسة الرب ثم أحبائي هو رئيس مملكة الظلمة وسلطان الظلمة ألم يقل الكتاب الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا أو قبلها الذي أنقضنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا فإذن هو سيد قاسي رئيس الظلمة مكتوب قد أعمى عيونهم وأغلظ قلوبهم هذا هو عمل الشيطان ثم الشيطان يعمل عن طريق الغربة خلينا أحكي لك فيه شيء مهم بديك تسمعها سمعها واضح جدا ولا مرة سمعها ولا مرة أي اضطهاد أو أي أنزمة أو أي قوانين ضد الكنيسة استطاعت أن تتغلب على الكنيسة بل بالعكس على مر العصور والأزمان حاولوا يتخلصوا من الكتاب المقدس حاولوا يتخلصوا من المسيحيين من بداية المسيحية حاولوا بكل أنواع وسائل اضطهاد أطعموهم للوحوش وضعوهم على صلبان أحرقوهم وفعلوا ما لا يفعل بهم لكن الكنيسة زادت وانتشرت بدون ما ترفع سيف بدون ما تغزي بدون ما تأخذ سبي بدون أي وعود بشري من نساء وأنهار وإلى آخر لا لا صمضت الكنيسة أمام كل التيارات الخطيرة الصعبة ضدها ثبتت الكنيسة ولكن أخطر ما تواجهه الكنيسة زي المملكة أي إمبراطورية لا تقهر من الخارج لكن لما بيبتد الفساد من الداخل مشان هيك يا كنيسة قومي وصهري استيقظي استيقظي كما يقول النبي إشعياء أحبائي أن الخطر الأكبر على الكنيسة من جوه لما بيبتد الشيطان يعمل بالداخل والكنيسة مش صاحية فاترة نايمة غير مستيقظة من الخارج عم بهينوا فيها وعم بجد فوق على اسم الرب يسوع المسيح لكن خلينا أقول لك معلومة أنه الكنيسة هي مثل عملاق هائل بس نايم للأسف أوعى إذا استيقظ هذا العملاق وأنا لا أتقلم عن سلاح بشري لا 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 أوعى إذا استيقظ هذا العملاق قوة الكنيسة هي قوة الرب يسوع قال يسوع لشاول الترصوص لماذا تتطهدني صعب عليك أن ترفس مناخس فإذا أحبائي يعمل بكل الوسائل الاضطهاد الشرس لكن الأخطر من جوه بقول الرب يسوع لبطرس سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربي لكم بدي يغربي أنا طلبت لأجلك لألا يفنى إيمانك فالشيطان هو الذي يزرع الزوان وبينما المزارع نايم بيجي بالليل بيزرع مع القمح الزوان في يوم في الحصاد رح يبين القمح بحطوه في مخازن والزوان رح يحرق بالنار بغربي وبيعمل عن طريق الابتلاع كأسد زائر ملتمسا من يبتلعه بيعمل عن طريق الإرهاب عن طريق التخويف بيعمل عن طريق المحاربة الذهن إفساد الذهن يحارب الذهن قال الرسول بولوس أخاف عليكم كما خدعت الحي حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإذا بحارب الذهن أسلحة محاربتنا ليست بشرية بل قادرة بالله على هدم حصون هدمين ظنونا تخيلات تصورات شريرة ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح بيعمل عن طريق إفساد بيعمل عن طريق اقتناس الإرادة لاحظ أحبائي أنه التجربة ما هي خطية الاستسلام استسلام الإرادة للخطية للتجربة هي الخطية فعم بيقتنس الإرادة من خلال الأعمال السحرية الأعمال الشيطانية من خلال الإدمان الإدمان على الكحول الإدمان على الجنس الإدمان على المخدرات كل أنواع الإدمان فيبني حصون هاي محتاجة لتدمير محتاجة لهدم بنعمة وفي اسم الرب يسوع المسيح شيء آخر أحبائي الشيطان بيعمل عن طريق الأرواح الشريرة أرواح النجاسة أرواح الشهوة أرواح الزنة أرواح الشراسة القتل والعنف أرواح الكذب روح كذب كما يقول الكتاب روح غضب روح حزن روح زنة روح خداع روح ضلال روح عمى العمى الروحي فبيعمل بكل هذه الطرق شيء آخر مكتوب إلى هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله ثم شيء آخر الشيطان بيعمل عن طريق الانقسام انقسام الكنيسة شو المقابل أن نمتلئ بثمر الروح القدس في غلاطية إصحاح خمسة الشيطان بيعمل عن طريق الكبرية العجرفة الغطرسة وللأسف أحيانا هذه المشكلة في القيادات إذا كبرت الكنيسة بتعرش بدك تتصل حتى في الخادم بتعرش تحكي معاه وعادة غير متواجد مع أنه المسيح كان دايما متواجد وكان دايما مع عامة الناس وصعب تتواصل معاه غير متواصل مع الشعب حتى بتصل منه بسلمش على الناس أحيانا أحب أسمعني أحيانا المشكلة الكبرى ليست الفشل بل النجاح بالعكس لأنه من السهل أنك تتواضع عندما تفشل لما الإنسان بيفشل بيصل لطريق مزدود مالوش اللي يرفع عني لفوق بيتواضع لكن الأخطر أحباء والأصعب عندما تنجح تصاب بمرض الكبرياء عندما يصبح الموضوع التركيز على الذات بدل ما أنه يتبع الرب يسوع منصير نتبع شخصيات مثل بولوس أبولوس صفا وإلى آخره وللأسف في كتير من القيادات تزداد بالمعرفة لكن ليس في النضوج الروحي شطاني بيعمل عن طريق الإحباط الإحساس بالفشل أنا فاشل عندي إحباط هذه الإحباط بيقود لليأس والفشل بيظلوا يزن علينا لحد ما نفشل ونستسلم ونستنفذ كل طاقتنا الشيطان بيعمل عن طريق الخطف بيخطف كلمة الله في مثل الزارع بيخطف الكلمة ما قد زرع في قلبه متى 13 أحبائي الشيطان هو الشرير الذي يعمل ويدمر يستنفذ طاقاتنا بيصير عنا إهمال أو من ناحية تاني انشغال بأولويات أخرى وكتير مرات مننفعل لكن بدون قوة الروح القدس حركات شمشونية بيصير عنا برودة في المحبة فتور في الحياة الروحية إهمال في قراءة كلمة الله إهمال في الذهاب إلى الكنيسة إهمال في حياة الصلاة فتور في الكرازة فقدان الرؤية الواضحة الصحيحة بيصير كله ضباب فقدان في الحماسة والكتاب بعلمنا لا تطفئ الروح حارين في الروح ومرات الشيطان بيعمل تستغرب يظهر نفسه كأنه ملاك نور وهاي من خلال خدامه اللي هن للأسف يعني ضالين ومضلين ومضلين في نفس الوقت أخيرا أحبائي كيف تغلب الكنيسة العمل الشيطاني أولا تغلب الكنيسة بدم الرب يسوع المسيح وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت يعني كلما شهدنا عما فعل يسوع فينا من خلال دمه اللي بررنا واللي طهرنا واللي غفرنا خطيانا وصالحنا وقدسنا وصار إلنا الدخول إلى محضر الله لما منشهد إحنا مندمر مملكة العدو ثم ثانيا نغلب من خلال قوة الإيمان بيسوع المسيح أنه ابن الله من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع هو المسيح ابن الله وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله ثم شيء ثالث نحن نغلب من خلال المقاومة ريزيستنس من قاوم خطته هجوم الشرس مؤامراته خطته لأنه عاوز يبلع مكتوب فقاوموه قاوموه راسخين في الإيمان في يعقوب قاوموا إبليس فيهرب منكم إبليس على فكرة بيكره الشخص المتواضع واللي عنده خضوع وعنده وداعا للرب أما المتكبر أعرفه من بعيد الرب يحمينا من الكبرياء ثم كيف منغلب استخدم سلطان اسم يسوع هذا الاسم فوق كل اسم فوق كل رياسة وكل اسم وفي هذا الاسم سوف تشتله كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض فإذا اسم الرب يسوع المسيح مكتوب يخرجون الشياطين باسمه كما قال بولوس للجاري اللي فيها روح العرافي يعني روح شرير أنا آمرك باسم يسوع المسيح أن تخرج منها فخرج في تلك الساعة تغلب عن طريق الاسم لكن برضو تغلب عن طريق كلمة الرب إعلان الحق التعليم الصحيح مفصلا كلمة الحق باستقامة الحق الذي يفضح كل ضلال وكل ظلمة تعرفوا أحسن مثل إلنا هو يسوع لما جاء المجرب الشيطان قال له يسوع مكتوب 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 استخدم كلمة الله شيء سادس منغلب عن طريق الشهادة قوة على الشهادة كل ما شاهدنا ستنالون قوة ما تحل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهود في أورشاليم وإلى أقصى الأرض بتعرفوا أحبائي الرسول بولوس تتكلم ولا تخجل بشهادة ربنا يسوع المسيح ولا بي أنا أسيره الشهادة أنك أنت إنسان جريء أنت شفت اختبرت أنت سمعت عم بتشارك شو الله عمل معك ولما بتشارك أنت بتوسع دائرة الملكوت وبتهدم مملكة الظلمة وبتفضح أعمال الشيطان من أجل هذا يا مؤمن اشهد كل الديانات تعرف شو هي قوة الشهادة أحبائنا المسلمين عندهم مثلا الشهادتين وهكذا المؤمن المسيحي يشهد أيضا اللي عنده الشهادة يقول الرسول يحنى فإذا الشهادة بتقهر الشيطان بتوسع دائرة الملكوت الشهادة لها دلالة روحية عميقة جدا في الأجواء الروحية نشهد أن الله واحد لا شريك له نشهد أن يسوع وحده هو الرب الحقيقي نشهد أن يسوع هو الطريق الوحيد مش بيقودنا إلى الطريق هو الطريق الوحيد إلى الخلاص وإلى الحياة الأبدية نشهد أن يسوع هو المسيح ابن الله ثم أحبائي نغلب الشيطان عن طريق وحدتنا بعضنا مع بعض وذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الإخوة معا هناك أمر الرب في البركة الرب يشفي انقساماتنا ويعطينا نغلب الشيطان من خلال محبتنا ومن خلال وحدتنا نظهر المحبة نظهر أننا تلاميذ المسيح نرفض كل تحزب وكل انقسام نظهر ولاءنا وتكريسنا وطاعتنا للرب يسوع المسيح أولا ثم أحبائي نغلب عندما ندرك خطط العدو نلبس أسلحة الله الكاملة حتى نقاوم ونثبت في اليوم الشرير لأنه إحنا مظبوط نسلك في الجسد لكن محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون حربنا حرب روحية ضد أجناد الشر الروحية في السمويات لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس ينقض يعني يدمر أعمال الشيطان استخدم سلاح الشهادة سلاح الكراز سلاح الصلاة سلاح التسبيح أخيرا أحبائي على الكنيسة أن تصحوا وتصهر للصلوات خلينا نتعقل للصلوات أحبائي على الكنيسة أنها تتقدس تكون بلا عيب على الكنيسة أن تتوب وأن ترجع إلى الله لكي تأتي أوقات الفرج من وجه الرب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل على الكنيسة سمعوني كويس على الكنيسة أن تأخذ دورها ومكانها في المجتمع كفى تعيير الشيطان لكنيسة الرب على الكنيسة أن تهدم كل الحصون الشريرة وأن تهدم أبواب الجحيم وأن تنقذ النفوس الهالكة وتقودها إلى الحياة الأبدية أخيرا أحبائي أكرر قال يسوع أبني كنيستي اللي هو أنت وأنا حتى نهاجم أبواب الجحيم نخطف النفوس ننقذها لكي تنال الحياة الأبدية فهل أنت مسيحي اسمي ولا مسيحي فعلي هل أنت مؤمن بالرب يسوع حقيقة ولك حياة أبدية ولا أنت غير متأكد أو متيقن شو رأيك في هاللحظات ما تضوع وقتك تعال من الآخر قل له يا رب يسوع ارحمني أنا الخاطئ صليها قل له غسلني بدمك الكريم وبحب أسمع منك حتى نكمل معك الصلاة ربنا يباركك إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر